نبدأ في التدرب على أمثلة الإقلاب هنا نتذكر مرة أخرى شكل التنوين بالضم والتنوين بالفتحة والتنوين بالكسر One ضم with a small meme, one فتحة with a small meme, one كسرة with a small meme So the second ضم or second فتحة or second كسرة will be replaced with a small meme letter to indicate that we have إقلاب here لكي تنبهنا أن لدينا إقلاب في هذا الموضع Here we have عين with تنوين بالضم followed by با تنوين بالضم, the shape of تنوين بالضم in case of قلب In between two words, I will not say سميع بصير It is not إظهار I will convert into a meme at first سميع عم عم بصير Then I will hide this meme sound into the مخرج of the با letter سميع عم با عم با And we give time for غنة سميع باصير هذه الغنة طبعا أفصل به حرف الميم وليس حرف النون لأننا بالفعل حولنا النون الساكنة أو التنوين إلى meme والميم مخفاء والإخفاء يعني يحتفظ بالغنة إذن نحن نحتفظ بغنة الميم Here we have تنوين with فاتح followed by با In between two letters أنبي أنبي جزاء أنبي Here we have تنوين with كسر followed by با One كسر with a small meme followed by با The case of قلب إن با إن با شيء إن با صير لدينا أيضا مجموعة أخرى من الأمثلة مع النون نون ساكنة followed by با within the same world أنبي طبعا هنا نذكره أن النون الساكنة ستحمل ميم صغيرة وحكم القلب رغم قلته في المصحف ولكنه سهل الاستخراج والبحث جدا بسبب هذه الميم أنبي أنبئهم أنبورك من بعد لا ينبذن ولا يتهاون المعلم لا في زمن الإخلاب ولا في زمن The most complete غنة أو غنة لما يكون هي الفرنون مشددة ولدينا سميع مصير مرة أخرى زوجن بهيج تنوي بالكسر فالو بايباء زوجن با زوجن بهيج لدينا أيضا كلمة أنبياء أنبيئهم ينبوعة من بيته من بيني من بعض يتدرب المعلم مع الطالب على كل هذا أبدا بما عليهم بذات فضل بل من بعض مرة أخرى هذا قدر كافي من الأمثلة نحن نعلم طبعا أن أمثلة القد ليست كثيرة في المصحف نأتي إلى البحث من داخل المصحف هذه صورة البقرة We will open any page from القرآن and you should search for all قلب examples يجب أن تبحث عن كل أمثلة القلب or الإقلاب or changing in this page إن أردنا أن نبحث هنا طبعا نعطي آلية للبحث كما تعودنا ما هي الآلية؟ الآلية هنا سهلة جدا search for the small mean ابحث عن هذه المين الصغيرة التي تنبئنا or indicate the presence of القلب here or الإقلاب سنجدوها هنا في كلمة أندؤوني في كلمة أنبئهم في كلمة أنباءهم I don't think we have more هذا كافي طبعا يعني وجود ثلاثة أمثلة للقلب في صفحة واحدة جيد جدا طبعا يتدرب أيضا عليهم الطالع وهذا كافي جدا بالنسبة لحكم القلب الأهم في هذا الأمر أولا أن يطبق القاعدة صوتيا بطريقة صحيحة يعطي زمن جيد للغنى ويتجنب الخطأين المشهورين في مسألة قلبي النون السكنة إلى مين وهي عدم الكاز على الشفتين ويتجنب هذا كل شيء خاص القلب ولدينا جزء آخر في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتناول الحكم الأخير من الأحكام النون السكنة والتنوين وهو الإخفاء الحقيقي لننهي أحكام النون السكنة والتنوين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر